مساء الخير عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير الحقيقة انهاردة الفيديو بتاعنا مش جريمة ومش قصة وطبعا مش بلوك الحقيقة ان الفيديو بتاعنا النهاردة عن حسابات الغريبة اللي في التيك توك واحنا اتكلمنا قبل كده في فيديوهات سابقة عن حاجات غريبة بتحصل على التيك توك في الحسابات بتاعة الناس دي منهم البنت اللي كانت بتاعة عمل تقوس عبدة الشيطان وكمان البنت اللي كانت بتقرأ قرآن في الحمام وبتحط مسكة شبيهة للشيطان وحاجات كده يعني الفيديوهات دي كلها موجودة على القناة لو تحبوا تشوفوها تقدروا تروحوا وتتفضلوا تشوفوها اما الفيديو بتاعنا النهاردة فبرضو عن حساب من اغرب الحسابات اللي على التيك توك الحساب ده الحقيقة انه بنزل حاجات خارقة للطبيعة واماكن فيها حاجات غريبة شبيهة بالعفريت وحاجات تانية كتير والحقيقة ان الحساب ده مشهور جدا على التيك توك وعنده خمسة مليون متابع وبعض فيديوهاته كانت تصل للمتين مليون مشاهدة يعني الفيديو الواحد عنده تقرب على متين مليون مشاهدة ده غير ان فيه فيديو عنده النهاردة ان شاء الله هنحطه في الفيديو بتاعنا واصل لمية تسعة وستين مليون مشاهدة والحقيقة ان البناء ادم ده كل اللي بيعمله انه بيدخل على جوجل ارس وبيدور في اماكن معينة على الحاجات الغريبة والخارقة فيها وبيعرضها على حسابه على التيك توك والحقيقة ان طبعا يعني كلها حاجات احنا مش متأكدين اذا كانت الحاجات دي موجودة بالفعل ولا لا ولكن في بعض متابعينه قالوا ان هو لما بيحط احداثيات المكان اللي بينزله في الفيديو بتاعه الناس بتخش على الاحداثيات دي نفسها على جوجل ارس وبيوجدوا الاشياء اللي هو نزلها بالفعل موجودة الحقيقة ان دي حاجة غريبة جدا يلا معايا عشان نشوف الفيديو النهاردة هنشوف فيه ايه ولكن استعدوا لان انتوا هتشوفوا النهاردة حاجات بالفعل غريبة ومخيفة جدا والحقيقة ان انا في اماكن حاولت ادخل عليها ولكن طبعا ما شفتش الحاجات الخارقة اللي هو منزلها ولكن صعب جدا ان انا كنت اوصل لبعض الاماكن دي بس لو سمحتوا في الاول تعملوا للفيديو لايك وشير على كل وسائل التواصل الاجتماعي بتاعتكم عشان نوصل لاكبر عدد من المشاهدين ومن المتابعين على القناة ولو انت اول مرة بتشوفني وعجبك الفيديو ياريت تدوس على زر الاشتراك وتفعيل الجرس على كلمة الكل علشان يوصلك كل جديد بنزله على القناة ويلا بينا على الفيديو الحقيقة ان زي ما قلنا النهاردة هندخل على حساب من حسابات التيك توك الغريبة جدا وهو يعتبر من اكبر الحسابات ومن اغربها على التيك توك حساب النهاردة بيجيب حاجات كلها خارقة للطبيعة في اماكن غريبة محدش يتوقعها زي مثلا المنطقة 51 او الجزيرة اللي تمثل عليها مسلسل الحبار وحاجات تانية كتير يلا بينا نشوف اول حاجة معنا وهي الجزيرة اللي تمثل عليها مسلسل الحبار هنشوف لقطات ونشوف الشخص ده منزل ايه على حسابه عن الجزيرة دي ونرجع تانيه دي ما شفنا هو قدر يوصل للجزيرة بالفعل وطبعا ده شيء مش غريب ولكن انا حبيت انزله في الفيديو بما انه ترند وكل الناس بتتكلم عن المسلسل وكانت في وقت من الاوقات كل الناس يعني او معظم الناس متابعة المسلسل باهتمام شديد لكن دلوقتي حنشوف فيديو لكنيسة هو طلحها والحقيقة ان الفيديو ده على حسابه هو على التيك توك عليه زي ما قلنا 169 مليون مشاهدة للمقطع ده ياريت تشوفوه معايا كويس وتتابعوه وتلاحظوا ايه اللي موجود في الفيديو وحنرجع تلك زي ما شفنا هو جايب كنيسة مليانة بالاشباح وقاعدين في كل مكان وكل شبح فيهم حطت عليه ملاية او حرام ابيض ومن جوه يعني بيفصل هيكل كأنه هيكل انسان ولكن من جوه فاضي مفيش حاجة يعني كأنه هوى وشايل الملاية او الحرام ده ومن جوه مفيش حاجة ولكن هو بيمثل من بره كأنه شخص حطت عليه الملاية دي والحقيقة ان يعني انا زهلت لاني كمية كبيرة جدا من الاشباح موجودين في المبنى الكنيسة المهجورة دي او القديمة وما بتستعملش يعني محدش بيدخلها واضح جدا من الكنيسة ومن الطراب ومن المكان مهجور ومليان بالاشباح الحقيقة ان الفيديو ده او المقطع ده تحديدا على حسابه على التيك توك واصل لمية تسعة وستين مليون مشاهدة زي ما قلنا والحقيقة ان فيه ناس بتقول على حسابه ان هي وصلت لاحدثيات المكان ده ولما حاولوا ان هما يقربوه لحظوا ان فعلا الاشباح دي عن طريق جوجل ارث طبعا موجودة في الكنيسة والحقيقة ان يعني الغريب في الشخص ده انه بكل مكان بيدخل عليه وبيجيب لقطع من شبح او من حاجة خارقة في المكان ده حاطت احداثيات المكان يعني بيقولك انت كمان تقدر من خلال الاحداثيات اللي هو حاطتها تدخل على المكان ده وتشوف اللي هو جايبه في فيديوهاته على التيك توك وده شيء الحقيقة غريب جدا بالوقتي حنشوف لقطع تانية هو جايبها لاشباح بعضه بنفس الشكل في مكان تاني معهش ازاي وحنرجع تاني موسيقى موسيقى دايما شفنا هو جايب شبح حاطت عليه ملاية او حرام ابيض واقف وماسك بسكليتة وطبعا باين من خلال الحرام ده او من الاماكن اللي المفروض انها بتاعت الوجه ان الملاية دي محطوطة على مفيش يعني جوه فاضي مفيش حاجة وبعدها بشوية او بمكان بسيط واقف جنبه عدة اشباح عددهم كتير ووقفين وبيبصوا عليه او بيبصوا على الفضل والحقيقة ان الشبح بتاع البسكليتة ده انا ركزت عليه اكتر من مرة عشان الاحظ لو في عمل منتاج او في حاجة غلط في التصوير ولكن الحقيقة ملاحظتش اي حاجة غير ان ده فعلا شبح حقيقي حاولوا انتوا تلاحظوا لو لاحظتوا اي حاجة ياريت تكتبولي في الكومنتات لو لاحظتوا ان الحاجات دي ممكن تتعامل في المونتاج الحقيقة انا مش عارفة او ممكن حد يعملها بخدعة معينة ياريت تكتبولي في الكومنتات دلوقتي هنشوف لقطة تانية وهنرجع تاني عن حاجات هو صورها مش بس فوق الارض ولكن كمان تحت في المية في البحار والمحيطات وشوفوا مصور ايه تحت في المحيط وهنرجع تاني نتكلم في الموضوع زي ما شفنا هو اه قدر يوصل لجزيرة معينة او لمكان معين ونزل تحت المية وطبعا بعدد كيلومترات او بمترات كتير جدا وجاب تماثيل موجودة تحت المية في مكانين جنب بعض والتماثيل دي شكلها سبحان الله كانها فعلا انسان حقيقي او بشر حقيقين وقفين تحت المية وفي فطريات متكونة على التماثيل من برا ده معناه ان بقالهم فترة مش قصيرة تحت المية لكن الحقيقة اللي يحيرني ان هو ازاي قدر يوصل لهم تحت المية في العمق ده كله ويصورهم بالدقة دي واعرفوا ان التماثيل دي موجودة في المكان ده تحت المية الحقيقة ده يعني ده الشيء الغريب جدا انه قدر يوصل للتماثيل دي في المكان ده تحديدا ويصوره والحقيقة ان فيديوهاته كلها زي ما قلنا في الاول حاجات غريبة واتحير تعالوا بينا نشوف فيديو اكتر من ده غرابة وهو في المنطقة 51 ونرجع تاني اشتركوا في القناة شوفنا الفيديو الصور والاضاءات والحراسة وكاميرات المراقبة وكل ده بيوحي انها فعلا ممكن تكون المنطقة 51 طبعا كلنا اللي ما عاش المنطقة 51 هي منطقة عسكرية شديدة الخطورة وشديدة الحظر من الجيش الامريكي ان محدش يوصل لها واللي بيوصل لها للمسافات معينة مصرح لهم انهم يطلقوا عليه الرصاص لان ده منطقة عسكرية شديدة الحظر والخطورة بالنسبة للجيش الامريكي وهي في ولاية نيفادة الامريكية في الولايات المتحدة الامريكية الحقيقة ان كل حاجة التصوير من برا بيوحي ان ده ممكن تكون فعلا المنطقة 51 اللي هو ما عاش انا وصل لها وصورها رغم كل الحراسة والتدقيق من الجيش الامريكي ان محدش وصل لها ومحدش صورها ولا حتى بصور بكامرة قريبة يعني فازاي تواجدت على جوجل ارس بالدقة دي الحقيقة انا مش فهمة اما التصوير اللي من داخل المنطقة 51 والفضائيين والحاجات اللي شفناها وان مكتوب المنطقة 51 الحقيقة انا يعني مش قادرة افهم اذا كان او مش قادرة اقتنع اذا كان فعلا التصوير ده حقيقي من داخل المنطقة 51 ولا اه لا تركيب او يعني مكان ودي كرات معمولة لتصوير فيلم معين وهو صور من برا وركب التصويرين مع بعض بحيس يوحنا ان هو دخل لحد جوه وشاف الفضائيين زي ما شفنا اللي قاعدين على كراسي محبوسين والحاجات الغريبة اللي من جوه ولكن ده الحقيقة انا مش فهمة ياريت تكتبولي وجهة نظركم لو طبعا شفتوا الفيديو يعني التصوير ده حقيقي اللي برا واللي جوه ولا اللي برا ده حقيقي واللي جوه ممكن يكون تصوير فيديو ولا ايه بالضبط تكتبولي في الكومنتات عن قراءكم في الموضوع اما دلوقتي فاحنا حنشاهد منظر او موقع من اغرب المواقع اللي البناء ادم ده صورها وهي اشباح تحت كبري في مكان مع رشو صلو ازاي هنشوف الفيديو ونرجع تاني نتكلم عنها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على وش الشبح هو يعني انا بس اللي عايزة اعرفه انه اوكي ممكن يكون دخل عن طريق جوجل ارس على المكان وممكن يكون دخل على الكبري وفكر انه يدخل تحت الكبري لكن اعرفوا انه في الوقت ده في المكان ده موجود شرح واتصرف وكأنه يعني اعطيله معاد في المكان ده وهو دخل يصوره يعني مش عارفها الحقيقة انا زي ما قلتلكم هو شخص غريب وحسابه كله حاجات غريبة جدا الله اعلم يعني الحاجات ده هو بيعرفها ازاي وبيحدد مكانها في الوقت ده تحديدا ازاي وبيحدد شوف فيديو من اغرب الفيديوهات اللي الشخص ده منزله على حسابه ومش من اغربها لان فيها يعني عفريت واشباح وكده ولكن الحقيقة هي من اغربها ومن اصعبها لانه منزل تصوير لطيارة خفية طيارة في المفروض ان هي ما حنتش عرف عنها حاجة واميكا لسه ما قالتش للعالم عنها او ما اعلنتش عنها ومحطوطة في مخازن الطائرات ودخل ويصورها والحقيقة ان الطيارة دي هتلاحظوا في الفيديو ان فيه طيارة حقيقية عادية بينها وجنبيها طيارة خفية وكأنها مصنعة مثلا من ازاز او يعني تحس ان هي الطائرة الشبح مش بينة يعني متفسرة احنا بنشوفها لانه نصورها ولكن هي لو طيارة في الجو مثلا انت مش هتشوفها محدش هيشوفها والحقيقة معاش السلطات الامريكية او الجيش الامريكي او ال FBI ازاي سمحوله لو الطيارة دي موجودة فعلا وفي المخازن وما زالت سرية وما حدش عرف عنها حاجة سمحوله ازاي ان هو يصورها وينزلها على حسابه وازاي جوجل ارس منزلها مكان زي ده خاص بالجيش الامريكي وسيري على جوجل ارس بحيث ان هو يقدر يوصل من خلالها للمخزن ده او مخزن الطائرات ده الحقيقة انا يعني دي حاجة انا بجد مش قادر افهمها فياريت تكتبو لي رأيكو في يعني ده بالتحديد هنشوف الفيديو ونرجع نتكلم عنه داي دي ما شفنا فيديو الحقيقة من اغرب الفيديوهات اللي ممكن نشوفها رغم ان احنا شفنا اشباح منطقة 51 حاجات كتير غريبة ولكن ده تحديدا يعتبر اهم فيديو اغرب فيديو عنده لان ده شيء متعلق بسلاح الطيران الامريكي ومخازن الطائرات الامريكية فانا ما عرفش ازاي جوجل ايرس ممكن يكون منزل حاجة زي دي او احداثيات مكان زي ده على جوجل ايرس ولأي حد يسمح له ان هو يدخل عليه او يشوفه وازاي الشخص ده دخل وصور حاجة سرية وخطيرة زي دي الحقيقة دي او ده حاجة شيء مش مفهوم بالنسباني اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم واتمنى ان انتوا تكتبوا لي اراءكم في كل الفيديوهات او المقاطع اللي شفناها في الفيديو واتمنى ان انتوا تعملوا للفيديو لايك وشير وان اللي مش مشترك معنا في القناة لو اعجبوا الفيديو ان هو يشترك وفعل الجرس علشان يوصلوا كل جديد بينزل على القناة ويريد تساعدوني في ان احنا ننشر الفيديوهات اللي على القناة بالاضافة طبعا للفيديو ده وباللايك علشان ونكتب كومنتات كتير علشان اليوتيوب يقدر يخلي الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس والمتابعيننا يزيدوا والقناة تنتشر مرسيليكو واشوفكو الفيديو باي 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 مرسيليكو واشوفكو الفيديو مرسيليكو واشوفكو الفيديو